اهلا بكم معاكم كرولوس ماجد من كلية حسابات ومعرمات قسم سايبر سيكيريتي اه النهاردة هنشرح مادة النيتورك اه مادة النيتورك هيبقى فيها شوية حاجات مهمة جدا هتعرفك عن خلفية النيتورك والداين ازاي يعني الدنيا ماشي اه وده هيفيدك عشان تكون صورك كده ايه اللي بيحصل اه وفي حاجات تانية هتتخذ هتضطر تتعامل معها في شو بلك العملي بشكل اساسي فمهم جدا يعني ان انت تبقى فاهم الحاجات بتتعامل ازاي او بتشتغل ازاي وكده اه في الاول انا هو بيقول بنتكلم على الانترنت بيقولك الانترنت هو ملايين اللي بتعمل كومبيوتنج تعمل كومبيوتنج يعني تقدر او تمانيج اي او كده فهو انا بيدي لك مثلا ايه اللي هو شبه جوجل كوروم وكده اه وهنا الهوست هم هم يعني الاثنين نفس المصطلح اللي هم ايه ممكن كومبيوتر غسارة سماعة اي حاجة تتوصل بالانترنت تعتبر اه كده بيتكلم عن الباكت سويتشيز الباكت سويتشيز دول اللي هما الروياتر او السويتشات اللي هما الحاجة اللي في النتورك اللي بتوجه الداتة يعني بتقول لها تروح يمين تروح شبه زي ما انت شايفين في الصورة كده اه بيقول لك بيتفوروك الباكت ديت اه الحاجة بتتبعت في النت مش بتتبعت برة واحدة يعني مثلا لو عندك فيديو عشرة ميجا اللي عشرة ميجا مش بيتربوا كلهم عبعد لأ بتتقسم كده حاجة حياتة صغيرة حياتة ديت اسمها باكتات بتديت الباكتات دي ايه تتبعت كده بيتكلم عن الكومينيكاشن دينكس اللي هما يعني خلاص وجيهنا الداتة وعند كل حاجة هنوصل الحاجات دي ببعض ازاي بقى هي دي الكومينيكاشن دينكس بيقول لك فيه والكوبر اللي هما الحاجات الكيبلز يعني وفيه الراديوسترات اللي هي الحاجات ايه الويرلس كده بيقول لك فيه برضو معنون مهم اسم الباندويتس وده هنشرحها بالتفصيل قدام كده دي دوتة مهمة جدا لان الانترنت هو نتورك تمام بس مش اي نتورك هي انترنت عشان تبقى واخد بالك من الفرق يعني لو قال لك نتورك عادي مش لازم نقصده انترنت بس لو قال لك انترنت فهي كده كده ده الانترنت هو نتورك يعني ايه الكلام ده يعني مسلا لو انا في شركة وعندي عشر كوميوترات فانا عايز اعمل اوصلة ما بينهم فدي كده اسمها نتورك ممكن ما نكونش ولا جهاز منهم شايفة بس احنا شايفين بعضينه فانا مسلا لو حبيت اللي انا طلع على عشر اجهزة بتاع شركتي دول على الانترنت فوجيه راوتر ايه اخلي دي مطلعهم على الشركة فكده دي نتورك صغيرة وتلعت برة على ايه على الانترنت فالانترنت كلها عبارة عن كده عن نتورك ونتورك 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 كل هم ملتبطين ببعض فعملنا في الاخر ايه الانترنت ودي امسالة بعد الانت سيستمس اه فهم كل دي حاجات مختلفة كده بيقول لك الانترنت زي ما قلنا هو نتورك اف نتورك يعني هو نتورك كبيرة محتوية جواها نتورك اصغر اا بيتكلم هنا على الاس بي اللي هو الانترنت سيرفز بروفايدر الانترنت سيرفز بروفايدر ده هنا زي هنا في مصر ويف ودافون وورانجي والحاجات فهو بيقول لك ان كل هو عبارة عن شبك اصلا وكل واحدة فيهم بتتوصل بالتانية يعني في حبة تحت ايد وي وفي حبة تحت ايد وورانج وفي حبة تحت ايد ودافون وهم التلاتة نصل متوصلين ببعض والتلاتة دول متوصلين مثلا بالانترنت سيرفز بروفايدر بتاع امريكا وبتاع امريكا برضو متوصل باللي في الهند فكلنا شايفيهم بعضين اخر يعني الاس بي ده ده انترنت سيرفز بروفايدر البروتوكول دي ممكن اه تعريفها يكون ان هي الرولز والقواعد اللي بتحدد التواصل والكومانيكيشن ما بين الاجهزة اه يعني ايه برضو يعني اه حاجة عملية هي هي رولز وكده كده بتاع مكتوبه بالانجلش عادي بعد كده فيه بيبقى لها بكل لغات البرمجة تقريبا فانت اللي ببتيجي تستخدمها في البروجرم انت بس تستدعي في اللغة يعني مش اكتر آآ فزي مقلنا هي عشان آآ تتواصل مع الاجهزة التانية وهو فيه بروتوكول لكل حاجات بتتعمل يعني فيه بروتوكول عشان تهيو صفحة فيه بروتوكول عشان تعمل فيديو زي توتش والحاجات دي فيه بروتوكول والتي سي باي بي والحاجات دي هنتكلم عليها باستفادة اكتر قدام آآ البروتوكولات اللي هي زي دي بروتوكولات يعني اي حد يقدر يعدل ويكون تروبيوت فيها ممكن يعملها من الاول السورس بتاعها قريدي موجود يعني الامبليمنتيشن. لنما حاجة زي مسلا دي هي شركة هي عاملات عشان هي هتعايزة حاجة سبيسيفيك ليها مش هتستخدم حاجة قرار دي معمولة آآ بس ده كده البروتوكول وبرضه هنرجع لها تاني قدام. هنا بيقول لك بقى لو حاجة بتارها الستاندرد بتاعت البروتوكول دي فاي فيه الار اف سي والموقع ده برضو ايه ممكن تقله مني. بيقول لك ايه السيريفس اللي هو بيقدمها لك الانترنت فبيقول لك هو بيقدم لك سيريفس للابليكيشنز زي ان انت تعمل فيديو وتتصفح الويب وسوشيال ميديا وجيمز ويميلز وكل الكلام ده اللي الانترنت بيقدمه لك. فقال كده بيتكلم يعني ايه الجملة دي لو حد من انكم سمع عن حاجة اسمها فهو ده يعني ايه برضو هو مجمعة من اللي بتحدد ما بين حاجتين اه فالإيه بي او ده استخدمه عشان يسمح مسلا للشركات انها بتقدر تتواصل مع بعض وتشيري الداتا مع بعض. يعني انا مسلا اه زي ما انتم عارفين مسلا واتساب اه تبع فيسبوك فانت ممكن مسلا تكتب مسج فالماسج ريت اه فيها مسلا اسمه منتج معين. بتفتح الفيسبوك تلاقي الاعلان بتاعه. طب لا بيحصل ازاي من خلال ايه? خلال من الواتساب والفيسبوك ما بينهم مشترك بقدروا ايه شيري الداتا مع بعض. زي انا مسلا يقول لك هو في اي بي اي مسلا اه هيئة الارصاد مسلا موفره. فتقدر انت عشان تعمل مسلا اه للمناخ مش هتقدر تجيب المعلومات دي انت تجيبه برعادي. فانا هجيب الحاجات دي من حد المتخصص هعمل اي بي اي للحوار ده استخدمه عندي. وبرضو مسلا هتعمل موقع هو بيجيب الاي بي بيجيب الداتا بتاعته من الداتا بيز. وبرضو بيقول لك ان انت ممكن تستخدمها في كزا حاجة. فها دي الفكرة بتاعته يعني. وبرضو مسلا مش لازم الشركتين يبكونوا اليوم علاقة ببعض يعني ممكن بسا انت هستعمل بيعد عدد اللايكات اللي انت عملتها بتاعك من ساعة ما ابتديت مسلا على تويتر. فانت مالكش علاقة بتويتر بس هتقدم لهم طلب ان انت تاخد الاي بي اي بتاعهم بتدفع فلوس. اللي انت هتعمل اللي علاقة بالخدمات بتاعتهم يعني. بس. فهو بيقول لك هو بيقدم لك الحاجات دي يعني وكده. وانا بيقول لك الهوكس دي يعني زي حاجة كده بتخليك انت زي تكنولي يعني الدفة اللي بتخليك بقى تتحكم اكتر توقف وتشوف الديتيلز الكلام ده كله. فهو بيقول لك يعني يقدم الحاجات دي للبروغرامرز يعني ايه? عشان يسهروا الدنيا على بعض. فاني كده هنا هنرجع للبروتوكول تاني فاحنا خلاص تكلمنا وشرحنا ايه هو? هو بس بيقول لك هنا بالتوصيل اكتر ان هو يعني مهتم ان هو يحدد كل حاجة هتحصل في الاتصال. من اول الفورمت والمساجات والاكشنز اللي تتاخد في الحلقة دي والحلقة دي. كله ده البروتوكول بيكون قرر دي محدده. وزي ما احنا قلني البروتوكول هو طريقة التواصل ما بين الاجهزة وبعدها عشان يعملوا حاجة معينة يعني. هو بيشبيهانك برضو هنا بالبناء دمين لما تيجي تتكلم مع بعض. وده مساء برضو بروس البناء دمين بتتكلم ازاي بيقول لك البروتوكول بنفس يعني بتتكلم بنفس الطريقة يا اعتبر. اه بعد كده هنا هريع يتكلم على بتاعت الانترنت عاملة ازاي? فبيقول لك هو الهوستس اللي هي زي ما قلنا. بيبقى في كلاينت وسيرفر. هو الانترنت بتاعه عبارة عن كلاينت وسيرفر. وقدام مسلا في المحاضرة الثالثة. هنشوف ايه? ان في لقى استركشورز تاني غير لكلاينت وسيرفر. بيقول للسيرفر عادة بتبقى ايه في الاتا سنترس? اه هذي كده بيقول لك اه في ايه تاني زي ما قلنا في اللي هم الكومنيكاشن لينكس. طبقى بيقول لك ويرد او ويرد اس. اللي هي يعني اسلاك او محل اه اه ابراب الاتصال ديت او الرواتر والكلام ده. اي كده بيقول لك النتورج كور بقى. اللي هو زي ما قلنا اللي هي الرواتر والسويتشات. ودي كده بتعمل نتورج وفي نتورج ستاني بقى. فده كده بتاع الانترنت عامدة. بيقول لك ازاي اللي نواصل فبيقول لك فيه تلت طرق انها تتوصل من البيت عادي تطلع شبهة انترنت من البيت. او تكون مؤسسة او شركة برضو بتطلع على الانترنت. وبيقول لك ان اه سواء ده وده يعني ففيه برضو ايه اللي هو ايه? زي ما قلنا الحالات الوارلس وكده. انا كده بيجي على الاكسس نتورك اه بيوصل بقى البيت او الشركة. فهو بيقول لك ان فيه نوعين. الكيلور بيس ده اكسس ده مش موجود هنا في مصر. ده في بقوله اللي بره في امريكا وكده. فده فكرته هو بيبقى عندهم زي سلك كده. السلك ده بيقدم خدمة التلفزيون. اه يعني هما فيقول ما كانش فيه الكلام ده والسلك ده بيخش على التلفزيون على طول يفتح لك القناة. فهو اه قاله خلاص طبق نستغل السلك ده برضو ونوصل بالانترنت. فهو آآ بيبعاثه العادي بتاعة الانترنت والتلفزيون بس كل واحدة ايه بفريكنسي مختلفة بحيث ان هو يتنصل هنا الحاجة بتاعة التلفزيون تروح له هنا والحاجة بتاعة الكمبيوتر تروح له هنا. وبيتقابله هنا في الكيبر موضم ده. بيودي الحاجة برضو الانترنت بيوصل له الحاجة هنا وشاركة التلفزيون بتوصله الحاجة من هنا وكل واحد فيلم بيرواح على سكة مختلفة. الكاميرو اللي بيستخدم هي نصف وفاربر كوكس. ده سرعة الدونستريم فيه وده سرعة الابستريم فيه. وليه الدونستريم على من الابستريم؟ دي حاجة اسمها اسيمتريك. اسيمتريك دي خنة بتتقدم. اللي هو ايه للبيوت. يعني انت في البيت موازا ما استهد لك دونستريم. انت عايز تنزل حاجة. انت عايز تدون رود فيديو وتشوف فيديو وتتصفح الفيسبوك الكلام ده كله. ببقيت موازن فوق يعني شغلك دونستريم. فقال لك بدل ما ايه ما انت بتستخدمش الابستريم كتير. يعني انت اخلك ترفع صورة او ترفع فيديو على ديكتوك الكلام ده. فمش فهمها هديلك يعني مساحة اكبر في الحاجة اللي انت بتستخدمها اكتر. بس وزي ما قلنا ان هم ايه هنا في المدل بتاع الكامل بيز ده كلهم بيستخدموا نفس السلك. يعني السلكي بيعدي كده على كل بيت وبيعدي عليهم كلهم. كده هنا بيجي بقى على اللي عندنا هنا في مصر اللي هو اسمه الدياس ال العادي. ده اللي هو بيبقى تابل التليفون الارضي. وبرضو نفس الفكرة بالزبط شركة التليفون وهنا دي شركة الانترنت بيعدي على الدياس ال اكسس مورتيبليكسر. وبرضو بفريكونسيس مختلفة. بيجي الاسموليتر هنا للتليفون بعد جده هنا للكمبيوتر. وهنا برضو الداونستريم اكبر من الافستريم. طب ليه برضو اللي اخدت بقى لكم يعني الدياس الاركمه اقل بكتير من الكيبل بيزد. الكلام ده ليه بيحصل? لان اساسا الكيبل بيزد ده كان معمول ان هو يوسط صوت وصورة وفيديوز وفوركيبة والكلام ده. فهو السرعة بتاعته اكبر بكتير. انما ده كان معمول يا دوبا كان هو يوسط الفويس. فلما جلنا لاستخدامه الانترنت اه يعني الدنيا زوطت شوية وبعاما شوية تكابلات وكده بس استيل اه الطقم التالي. وعلى فكرة ده الاستخداماته ده الاستخداماته يعني. يعني في ناس بتفضل بقى عن ده مهما ان كان عشان ده بيقول لك مسلا مفروس كيبل واحد مشاكل ايه بس كل الحاجات دي اتبناها حلول يعني. آآ بعد كده هنا بيقول لك البيت الحاجة الانترنت بيجي لك من برا في المودم بعد كده الراوتر الفارغول بتاعه بالكلام ده بعد كده عشان اصله بالشمكة. فهنا هتقول لي ما فيش الكلام ده كل عندنا في البيت مع الكلام ده كله بيما في الجهاز السوائر اللي هما بيتدوم بقى ده. كان بيتكلم عن الويرلس اكسس نتوك ففيه اللي هو الويرلس لوكال اريال اللي حاجات الراوتر الصغيرة اللي تبقى عندنا في البيت دي. آآ ودي تبقى لها مسحة معينة ووصلها معينة ايه. هي مش بتوصل لمسافات بعيدة. ودي كده برضو فيه اللي هي ابراجي الشبكة ديت في بيقول لك انها لها سرعتها عالة وبتوصل لمسافة قدر. بعد كده بيقول لك الشركات ده بتعمل ايه فبيقول لك لها الشركات بتستخدم ايه اللي تستخدم اللي هو الاسرنت العادي وبتستخدم برضو في نفس الوقت ايه الويرلس والكلام ده. بيقول لك الاتاسنترس برضو بتستخدم تستخدم بانديويتس سرعتها عالية جدا عشان ايه تقدر تخدم على الانترنت. آآ دي كده هنا بيقول بنتكلم عن الهوستل ما بيسند او كده. فهو هنا بيقول لك اللي هو الوقت اللي هتتبعت فيه الحاجة. وهو ده بيتحسب ازاي؟ بيتحسب اللي هو طول الدفع اللي انت عايز تبعتها على البانديويتس. البانديويتس ده اللي احنا قلناه في الاول خارص اللي اتفتكر في اول محاضرة. آآ يعني ايه بانديويتس؟ تخيل ان الباب ده بيسمح ان انت تعدي آآ تخيلين ده باب في فصل. وفيه مثلا عشر طلاق هنا. فالباب ده بيعدي طالبين في الثانية. فده كده البانديويتس بتاع ان هم مش هيقدر يكفي اتنين يخرجوا مع بعض. آآ في الثانية غير اتنين بس. فانتهى مسلا في عشر طلاق على الاتنين فكده هتعطي خمس سوائل عبرات ما ايه من كله يطلق. دي نفس الفكرة بالزبط اللي بيحصل في الراوترية. آآ بيارها بقى خليها باكلتات وايه وآآ وداتو. على الفيزيكال ميديا اللي هي اللي قلنا عليها. هو بيشرحها هنا بالتفصيل اكتر بيقول لك اللي بيعدي جهوها دي عبر عن شحنات كهربا. بعد كده ما بيتكلم عليها هي زي نفسها بتقولك آآ آآ هي عبر عن اللي ما بين بقى الراوتر او الريسيبر والآآ ايه والترانزميتر يعني. اللي هي الكابلة يعني. فهيجي بيقولك ان فيه جايدة ميديا وان جايدة ميديا. جايدة ميديا دي اللي هي الداتا العادي اللي تب تبعاتها اللي هو لما تبعت فيديو لصاحبك فهو الداتا راحة عارفة هي راحة فينا من قبل ما تبعاتها مراتها يعني. آآ آآ انما الانجايدة ميديا في دي مسلا زي محطات الراديو ان هو مسلا بيزيع القناة تحت على تردد معين وبس انما انت عشان تلقط الحاجة دي لازم انت تثبت عندك الراديو بتاعك ان هو يلقط الشاب التردد بتاعه. آآ هنا بيقول لك ده عنواع الاسلاب فيه ده اللي هو كابلة بيسار نت وفيه منه بقى كتيرة بسرقات مختلفة بحاجات مختلفة كتير يعني كل واحد له خصائف بتاعه. وهنا بيتكلم على الكوكسل في آآ كيبل بيقول لك ان هو في الاتجاهين عشان في حاجات آآ قديمة كالديريكشن الواحد يعني زي الكابل آآ مثلا الديريكشن الواحد اللي هو بتاع التلفزيون هو بس بيجيب لك الشابكة. آآ بس بيقول لك برضو بيستخدم مختلفة دي اللي هي بتاعت الكيبل بيز يعني ده اللي بيستخدمه في الكيبل بيز دي اللي هو بيستخدم بقى شحنات الدوق وده آآ أسرح حاجة موجودة في الدنيا دلوقتي آآ بس جال جدا. هنا بيتكلم برضو على الوايج داس آآ راديو بيتكلم ان هو آآ يعني هو بيبعت بس زي ما انهم حطت الراديو بتبعت لك بس وانت بتستقبل ما تقدرش بتبعت لها حاجة. وبتتأثر بقى بحاجات كتير العوامل آآ اللي هو مثلا الحيطان المباني اللي في النص آآ لو فيه اي آآ ترادوزات تانية برضو ممكن تغاليوش عليها. بيتكلم عمتا بقى عن الراديو لينكس يعني هو في شوية تكرار كلام كده. الراديو لينكس مش قصده الراديو هو قصده اي حاجة يعني. فقالنا فيه الوايرلس لان اللي هو الواي فاي العادي اللي هو محطة الشبكات وكده البلوتوث والميكرو ايف والساتراد. بس ودي كده ايه كل الارقام بتاعتهم كل واحد ليه سرعة وايه بعض اكتر من تانية. يعني ايه تشانلز دي بقى اللي هو عمالي اولا? اللي هو خمسة واربعين نيجا بيتشانل والكلام ده? آآ زي ما قلنا هم بيبعتوا لحاجة دي كل واحد دي بسا ان دي تردد مختلف وكل واحد بيبعت على تردد معين. فالتردد معين اللي هو بيبعت عليه ده اللي هو اسمه. يعني صورة كده ايه? اه صورة كده توضح الدنيا شوية. زي ما انتم شايفين اهي تردددات مختلفة. وكل حبة منهم يعني يبعت ابرو ايه اه بيجيب لك كل شوية التردددات كده صبيرة. يسمي دي تشانل. سمي دي تشانل. فانا لما هبعت 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 عن دي تشانل دي. بالرينج بتاعها. عشان تردد طبعا ما فيش حاجة تبعت بالدقة دقيقة دقيقة يعني. بس في قوة دي برضو ايه صورة تاني عشان تردد خائل الصورة. بس وعلي كده ابنتكلم عن نوت ركور اللي هي ايه اللي بقى الرواتر والسويتشات. اه فهو بيتكلم ان هي مجموعة من الرواتر. اه اه احنا تكلمنا عليه ولا لسه? اه لسه ما تكلمناش عليه. اه اه في قولك يعني ان هي دور الرقوراتر والسويتشات دي بني هي ايه توجه الباكتات اللي جاء لها يمين وشمال وتحدث ايه بتاعها? فهنا بيتكلم اكتر يعني ايه اللي بيحصل جلوه في قولك هو في حاجة الرواتينج. فالفولوردينج ده اللي هو اسمه السويتشنج اللي هو معروف بالاسم ده اكتر يعني. ايه الرواترينج ويه السويتشنج سويتشنج ده اللي ببليل هتخش الروتر والسويتشنج ده اللي هو يقول له اطلع من الانترفيس واحد او الانترفيس اثنين او الانترفيس و Grey بس اني هتروح فيهم بعد كده انا معرفش. الرواتينج بقى? لا. ده معنى هو بيقول له خلاص هنتي عليك ان scoot الى منين؟ لا Прlat اذهب الالمكان الفراني. رح للمكان الفراني. رح من المكان الفراني. ده معنى الراوتينج. فهنا بيقول لك مثلا لو دي ده تعتبعت من الهنة الهنة فالطريقة كله اسمه هو بيقول له انت هتروح فين. انه في النص انه هو لأ امشي مين امشي شمال فوق تحت كده. قريب كده هنا بيتكلم عن فهو بيقول لك قلنا اللي احنا قلنا عليه اللي هو حجم الداتا على البدويتس بتاعها. بيقول لك الداتا لما بتتبعت في فهي نص الكمبيوتر بيبعت الداتا. بعد كده بتوصل للراوتور. فعلى عقوبال مسلا انا مسلا ببعت داتا كتير. فعقوبال مسلا ان الداتا دي اه تطلع فبيبقى فيه زي كيو طابور كده بيقفوا. عقوبال ايه ما الداتا تطلع من هنا. تماما الفكرة وصلت. اه فتاني كده بالراحة هو الداتا بتتبعت. اه فبتستطيع توصل. لما يحصل ضغط كبير مسلا البندويتس مش مكفى قوي. في ايه شبه طابور كده. لهو كل ايه كل واحد بتدوره. الكمبيوتر ده والكمبيوتر ده والكمبيوتر ده والكمبيوتر ده والكمبيوتر ده مع بعضين ابدأ بعد. في ايه كل واحد بيبعت الداتا ايه وبنستنى دوره. فالموضوع ايه ما بيبقاش منتظم قوي. عشان كده حينا لما تيجي اه يعني اللي بيوصل هنا في البيت ده كله بكت سويتشينج. عشان كده بصلا ان تيجي تابعة ممكن انت تكون مسلا تتفرق عن اليوتيوب بصورة عالية جدا. واخوك في القدر اللي جنبك بيشتك من سرعة من التفادي نفس الفكرة. كل واحد ايه؟ من ايه الحق وله يستنى دوره. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ Μ بالك ما قيمة الحاجة تبعت. فهو بيقول لك لو الحاجة تبعتت وكان كتير قبية عليه فهو بيبتدي يحصل هنا بفقروفر فلو وكل الحاجات دي ستسقط لان هو مش قادر يهندل الريكوستات دي كلها. في حل تاني بقى اسمه السيركت سويتشنج. السيركت سويتشنج ده زي ما انت تقول بتاعك ازاي ما صار كده بحس ان هو ده دايما بتاعك. اه ما فيش حد غيرك بيبعت عليه. لو انت ما بتبعتش هو متسرف هو دي. فده بيدمن لك وبيضمن لك ان انت الحاجة بتاعتك ايه اه هتوصل بالسرعة اللي ما تحدد عليك. بس طبعا ده ايه? اغلب كتير يعني. بيقول لك ازاي المسارات دي بتتحدد ففيه طريقتين. اللي هو الترددت لبينكو هتتقسم بس على طول الوقت. يعني فاهم الحاجة هتتقسم لبينكو طول الوقت. اما اللي هو ايه? لا انا هدي لك التردد كله بتاعك بس في فنتو ثانية مثلا. والفنتو ثانية اللي وراك حد تاني هي بده مكانك. وهكزا وهكزا جيت لما تجي انت تاني. بس طبعا ده كله في اوقات صغيرة قوي فانت اساسا مش هتحس ان انت بستاني حاجة. هنا بيقول لك مثال يعني في الباكيت سويتشنج والسيركيت سويتشنج لو انا عندي كيبل السرعة بتاعته ميجا. وعايز كل يوزر يبقى معاه ميت ميجا بير ساكند. وهيبقى فاتح عشرة في المية من الوقت. فلو قلنا بالسيركيت سويتشنج اللي احنا بلسل ما نتكلم عليه ده. فهما عشرة ميجا اه هما جيجا على عشرة يوزر يبقى اه اه سوري هما جيجا هي صرعة اللينك جيجا. وانت عايز ميت ميجا لكل واحد فانت خلاص عشرة يوزر ما عملكش حل تاني. لما انا بيقول لك بقبل ان ان انت عايز كل واحد عشرة ميجا معك جيجا فهو بقانون كده في قالك ان احتمالية ان كله يبقى فاتح. فان العشرة يبقى فاتحين في نفس الوقت ده احتمالية ضئيلة جدا. يعني هو ده الرقم اللي تلع في الاخر. يقول لك ان ده ممكن اوصل معك لغاية خمسة وتلاتين مستخدم وما فيش مشكلة. عشان كده مستخدم اكتر في الميوت. لان هو على نفس الامكانيات هيدخل على اكبر بكتير. في انا بيقول بقى ده ولا ده فهو ايه بقى بيقول لك ايه ما فيش حاجة اسمها كده. بس تستخدمه لو انت شركة او مثلا كونتينت بروفايدر معين. فانت لازم تكون متوصل دايما بالانترنت وما فيش احتمال ان انت لا تستنى حد. لأ انا دايما لازم اطلع الانترنت بسرعة. بس انت طبعا بيكون غالي وريسورس كتير جدا. الباكت سويتشينج زي ما قلنا ريسورس ولينة وهو مستخدمين اكتر بس السعر قليل والخدمة مش ايه مش مش اعلى كواليتي يعني. اا انت قلنا وبيتكلم هنا انا وان هزاي متوصلة ببعض وان لو ايه لو عاليت الكواليتي بتاعت النتورك بتاعتك اا هيعلي الاقتصاد والدنيا وكده وبيقول لك ان لازم كل الهيسة دي لازم اي حد من اي حتة عرف يكلموا بعد عادي. الجزء ده يعني شيف هتكلمنا عنه قبل كده وانا تخيل ان انت عايز توسر كل الناس اللي في العالم بالانترنت كده عشان على طول بقى استكشبها البعض الموضوع يبقى مستحيل. فقال لك لأ احنا هننزب الدنيا شوية وهناعمل ايه? انترنت سيرفز بروفايدر هو ان ينزم الدنيا. فالحال لك لأ يعني الموضوع واسع قوي كده ولا احنا هتسمهم حدات صغيرة. فهما كده ما بيكلموش بعد. فهنعمل نقط ما بينهم بحيس ان هما ايه عرف يوصلوا البعض. قد كده قال لك لأ والتلاتة بس هيبقوا كتر قوي. فاحنا ايه ده هنعمل يعني كل بلد مسلا انترنت سيرفز بروفايدر. اه وفي كل اصلا بيبقى فيها اكزا انترنت سيرفز بروفايدر. في الموضوع هيبقى ايه منطقي اكتر كده. فبيقول لك ده الاستراكشل مسلا. ايه اي اس بي ده مسلا هي زي اتي ان تي وانتي تي وسبينت والكالندر اللي هما اساسا بيدوا الانترنت تلات عاما كله. بعد كده ايه في ايه اي اس بي. اللي هي نقطة التواصل اللي ما بينهم يتكلمهم مع الانترنت سيرفز بروفايدر. بعد كده يتوصل للبلاد المختلفة. يعني ده مسلا لو هنعتبر واحد من مصر عايز يكلم حد في الهند. فهيعدي على ويه? ويه هتعدي على الانترنت سيرفز بروفايدر في امريكا. بعد كده ده هيروح للانترنت سيرفز بروفايدر اللي في الهند. ومن الانترنت سيرفز بروفايدر اللي في الهند هيروح للراجل الهند اللي هو عايز يكلمه. وبيقول لك يعني ان في شوية ايه كونت البروفايدرز اه شبه جوجل وفيسبوك والحاجات دي. احنا بيكون متصلين على طول بالشبكات الكبيرة دي من جر ما يكون في ايه اي حاجز مقبيرهم يعني. عشان ايه خدمتهم يتبقى كبيرة جدا. وبس احنا كده نكون مخلصنا اول محاضر النارد. اشتركوا في القناة